اشتركوا في القناة رئيس الوزراء الموقر بمضامين الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدح في أبو الله الرعال لدى ترأس جلالته لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع بما عبرت عنه هذه الكلمة السامية من تقدير ملكي عال يبعث على الفخر والاعتزاز للحكومة بمختلف مؤسساتها ويزيدها إسرارا وتحفزا على بدل المزيد لتحقيق تطلعات جلالة العاهل المفدى بعدها هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيين سموه أمينا عاما لمجلس الدفاع الأعلى وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعمل الدؤوب والدور الكبير الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد في المجال العسكري والأمن الاستراتيجي بما يبدله من جهود قيمة في خدمة الوطن وتقدمه وتطوره بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى أن تكون خطة تنظيم إعادة فتح المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة والتعليم العالي للعام الدراسي المقبل متضمنة قراءة استشرافية لما هو متوقع بشأن انتشار فيروس كورونا كوفيا 19 ووضع تنبعين الاعتبار مصلحة الطلاب الصحية بالدرجة الأولى وسلامتهم إلى جانب مواصلتهم لتحصيلهم العلمي وكلف سموه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم باتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهة المعنية للنظر في وضع المواطنين البحرينيين العاملين في الخارج والذين تم تسريحهم وعادوا إلى البلاد أو الذين عادوا إلى البلاد وتعذر عليهم العودة إلى أعمالهم في الخارج مرة أخرى بسبب الأوضاع الراهنة بعدها رحب مجلس الوزراء بحفاظ مملكة البحرين على مواقع الصدارة في التقارير العالمية الخاصة بالمجالات الإنسانية والحقوقية ومنها نجاحها في الحفاظ على موقعها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية والمعنى بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي ومواصلت بذلك انفرادها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذا الإنجاز الذي يعكس نجاح سياسات الحكومة وتوفيقها في مكافحة هذا النوع من الجرائم ذات الأبعاد الخطرة والمؤرقة للضمير العالمي تنفيذا وتشريعا على صعيد التدابير اللازمة للحد منها وملاحقة مرتكبها وأثنى المجلس على جهود الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الداخلية ووزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وضمن هذا السياق فقد استعرض مجلس الوزراء مذكرة من سعادة وزير الخارجية تضمنت جهود مملكة البحرين في مجال الارتقاء ببيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص بعد ذلك نظر المجلس في المذكرة المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يالي أولا بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء فقد أقر مجلس الوزراء الهيكل التنظيمي المعدل لديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله كما وفق مجلس الوزراء على يعادة تنظيم هيئة البحرين للثقافة والأثار وذلك بنقل تبعية إدارة الحرف اليدوية من هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتتبع هيئة البحرين للثقافة والأثر فيما وفق المجلس على إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية وذلك بإلقاء إدارة الرقابة الإدارية وتغيير تبعية بعض الإدارات ثانيا بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء فقد وفق مجلس الوزراء على قرار بتخفيض بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل لإصدار وتجديد جميع فئات تصريح العمل التي تصدر لمدة سنة واحدة وجميع الرسوم الشهرية المتعلقة بها والتي تحصلها الهيئة بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من شهر يوليو 2020 فيما يعفل قرار أصحاب العمل الذين يمارسون الأنشطة التجارية الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كوفيت 19 والتي يصدر بتحديدها قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي من تلك الرسوم اعتبارا من الأول من يوليو ولمدة ثلاثة أشهر وتأتي هذه الإجراءات للحفاظ على النمو المستدام بشكل عام وتحقيق الاستقرار في سوق العمل للمؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص ثالثا وافق مجلس الوزراء على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياط الأجيال القادمة للسنة المالية المتهية في 31 ديسمبر 2019 تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب واستعرض المجلس التقرير والبيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة التي لم تسفر أعمال الرقابة عليه عن أي ملاحظات جوهرية وأظهر التقرير الذي عرضه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن إجمالية أصول صندوق الاحتياطي قد حقق عوائد بزيادة بنسبة 17.3% عن العام الماضي وبلغت أصول الصندوق 918 مليون دولار أمريكي فيما بلغت العوائد الاستثمارية ما قيمته 79 مليون دولار أمريكي بنسبة 10% سنويا تقريبا مما يعكس كفاءة وفعالية السياسة الاستثمارية والتي يدار بها الصندوق المذكور رابعا طلع مجلس الوزراء على التقرير الاقتصادي الفصلي مملكة البحرين للربع الأول من العام 2020 وعرضه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والذي عكس أداء الاقتصاد المحلي وأبرز المؤشرات الاقتصادية للقطاعات الحيوية في ظل انتشار فيروس كورونا مطلع العام الحالي حيث أدى النمو الحقيقي بالأسعار الثابتة للقطاع النفطي إلى التخفيف من تداعيات الفيروس خلال الربع الأول من العام 2020 إذنما القطاع النفطي بمعدل سنوي بلغ 1.8% بالأسعار الثابتة أما بالنسبة للقطاع غير النفطي فبدت تداعيات الجائحة أكثر وضوحا حيث سجل القطاع تراجعا في النمو السنوي بلغ 1.7% بالأسعار الثابتة وسجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعا في النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الأول من العام 2020 بلغت نسبته 1.1% على أساس سنوي وتفاوت أداء القطاعات غير النفطية خلال الأشهر الثلاث الأولى من عام 2020 حيث حقق قطاع الصناعات التحولية نموا حقيقيا إيجابيا بلغ 4.8% تلاه نمو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة بلغت 1.3% ثم قطاع البناء والتشهيد الذي شهد نموا بنسبة 0.3% في حين تراجع أداء قطاع المشروعات المالية وهو أكبر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مساهمة بلغت 16.7% مسجلا انخفاضا في النمو بنسبة 1.6% وسجل قطاع الفنادق والمطاعم التراجع الأكبر بنسبة 36% بالأسعار الثابتة كما تراجع نمو قطاع المواصلات والاتصالات خلال الأشهر الأولى من عام 2020 بنسبة 6.3% مع تأثر قطاع السياحة والطيران بالقيود المفروضة على حركة السفر كما شهد قطاع الخدمات الحكومية تراجعا بنسبة 2.9% تله قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 0.4% وقطاع التجارة بنسبة 0.1% خامسا وافق مجلس الوزراء على البيانة المشترك بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين ووزارة الأمن الداخلية الأمريكي وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية من أجل تطوير مبادرة المسافر الدولية المستعجل الذي عرضه معالي وزير الداخلية وأوسط بالموافقة عليه اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية سادسا وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين وإدارة الجمارك وحماية الحدود التابعة لوزارة الأمن الداخلية الأمريكية والتي عرضها معالي وزير الداخلية وتتعلق بالتعاون بين الجانبين في تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمسافرين سابعا وافق مجلس الوزراء على خطاب اتفاق بين مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والذي عرضه معالي وزير الداخلية وذلك في إطار البرامج التدريبية بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون بين الجهات ذات الاختصاص في الجانبين ثامنا وافق مجلس الوزراء على قرار يعدل أحكام اللائحات النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة ويتيح التعديل لوزارة شؤون الشباب والرياضة تسكية من يتقدم لطلب العضوية إلى إدارة النادي ووضع نظام تجديد العضوية وفق ضوابط وشروط وسماح بتوجيه الدعوة وحضور اجتماع الجمعية العمومية بأي وسيلة إلكترونية معتمدة ووضع أرشيف إلكتروني وإلزام وجود العقود لجميع من يستلم مبالغ من الأندية تاسعا وافق مجلس الوزراء على فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق بنسبة 67.5% من القيمة ضد وردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج الإسمنت المائي بكافة أنواعه بما فيه الإسمنت غير المطحون المسمى لانكر وإن كانت ملونة ذات منشأ أو المصدرة من إيران والمندرجة تحت البند الجمركي 2523 من التعرف الجمركية لدول المجلس لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 20 يونيو 2020 وذلك استنادا إلى قرار اللجنة الوزرية للتعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلف مجلس الوزراء شؤون الجمارك بتنفيذ هذا القرار عاشرا وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بوضع ألية تواصل لفئة الصم والبكم تتيح لهم المشاركة في البرامج الحوارية التي يقدمها تلفزيون البحرين من أجل إبراد دورهم في المجتمع وتسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم وفيما أثنى المجلس على الجهود التي يطلع بها سعادة وزير شؤون الإعلام ومنتسب الوزارة في هذا الخصوص فقد وجه المجلس الوزارة إلى توظيف التقنيات الحديثة بصولة أكبر لضمان زيادة مشاركة فئة الصم والبكم في تلك البرامج حادي عشر وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم المجلس النواب لوقف الباع الأجانب الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع هذه الظاهرة من كافة الأماكن والأسواق والطرقات ودور العبادة وكلف المجلس وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتغطية العمراني بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة والاختصاص ثاني عشر وفق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق باستهلاك الكهرباء للمواطن في مسكنه الأول وفي بند التقارير الوزرية أخذ المجلس علما من خلال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بنتائج المشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول التعامل مع تبعات جائحة كوفيت 19 عبر الاتصال المرئي كما أخذ المجلس علما من خلال سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة حول مشروع النظام الإلكتروني إعانات الخاص بمراجعة ميزانيات الأنتية الوطنية من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة ترجمة نانسي قنقر